دعيها في الليل واختي تمتعي ببشرة بيضة زي التلج أقوى من الحقن ديال تبيض غتبيضكم في ليلة واحدة وداع السمرار غادي اختافي فورا ما شاء الله غير جربا حبيبتي على ضمنتي بمكونات اقتصادية سهلة مهلة وأهم حاجة أنها يعني منذ أول استخدام ما تسني اخت سمانة ما تسني جو سمانة ما تسني جو سمانة ما تسني جو شهورا ما تسني تاشي حاجة فكتزو السود ديالسين وعوام في ليلة واحدة حتى وإن كان سود عميق في يوم واحد بس غادي تحيدو لك وكذلك الاسميرار غتخليه لك ان شاء الله يتفتفت زي الرماد كذلك الجلد الميت كتشيلو معاك منذ أول استخدام اتشالك طبقات الجلد الصمراء غادي تخلي الوجيه ديالك أبيض زي القشطة مهما كان السوادي السنين وعوام وغادي ترحمي الياختي بها الواليدين يلا حبيباتي لحضرتي علمونا الغيبات وما تساوناش باللايكات ديالكم لفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زي الجرس وتخلوا لنا التعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم سفسارات ديالكم شو ما ان شاء الله الموضة اللي تكونين باقتاجي معكم في القناة وعلى بركة الله بسم الله غادي نشو ماش نتعرفوا على طريقة ديال التحضير والحاجة غزالاتي غنحتاجوها واللي هي ان شاء الله كيميا من الناشا وكذلك الطماطم او لماتايشا حالي تقولها في مغرب ماتايشا هذا هو الشكل ديالها خلينا الاسم ديالها في جميع الدول العربية باش نستفضو خصوصا ميسر والجزائر والتونس والليبيا والعراق هادو دول اللي كنستفضو منهم من الاسماء ديال صراحة اي حاجة فكيما قلنا حبيبتي غادي نحتاجو الطماطم او لماتايشا والناشا او ما يعرف بالميزينة بنسبة النوع اي ديال الناشا اللي كان نختم به هادي ما هي هادي 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 نديل اي ديال وكدي فيها 180 كرام وصراحة غزالة كتفتح كتبيض كتعالج البقع كتعالج السود كتعالج نمشو الكليف كتعالج اي مشكل عندكم في البشرة ديال الوجهه او لا ديال جسم ديالكم كذلك احتل على ريسات ومن المقبلات على زواج ره ما شاء الله عليها معجزة تبا غنزول طريقة ديال التحضير كيما قلنا غنحتاجو ماتايشا ونشا وكذلك غنزيدو واحد الحبة ديال فرماجة الفرماج معروف عليه تفتيح وتبيض كذلك غنزيدو واحد العسرة ديال مسحاندة وشوية ديال مورد فقط الوصفة فيها خمسة ديال المكونات اللي هما ماتايشا او لا تماطي منشا حامض وفرماجة والمورد موردي لك الحاسخون يعني في المنطقة اللي انتي فيها من الاحسن ديالي فتلاجة باش كي يبرد باش كي يكون هكده يمون نعيش بزاف بزاف هذا اللي بنسرك يصلاح التجميل وحمير العين والحمى والتجايد هو هذا وعلى بركة الله غادي ام ام اندوزو الثرقاء ديال تحذير اللي كي ما اقلت لكم ام من بين اس هل برق اه هي هاد الوصفة هذي لالتبييد ولى العلاج تجاعيد بنسبه للنساء اللي عندهم تجاعيد عميقة أول حاجة غنبدوها هي بالجبن او لا الفرماج او لا اضع الجبل المتلس او المربع اختي هديرة 100% افكاس تشديد الفرماجة و تمعكيها اضع كمية الماورد سوف نضيف لها كمية النشاء اضع الميزينة او الدورة المعلقة الأولى المعلقة الثانية النشاء اضع كمية الماورد اضع كمية المقادر اضع كمية المقادر اضع كمية المقادر اضع كمية المقادر اضع كمية الملجة و اضع كمية الملجة اضع كمية الملجة اضع كمية المضيفة نضيف حموض كمية الحموض كمية الحموض تبقى اختيارية لحسب كل وحدة لا تضيف تبقى نضيف حموض حسب العلق وكما نضيف حموض لا يمكنك نضيف الحموض لنضيف حموض وكما نضيف حموض سوف نضيف حموض بعد ماء خلطه جيدا نضيف ماء 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 على اي منطقة فيها مشاكل سواء الوجه العنق اليدين الرجلين تحت الابطين بين الفخدين الكوعين المرفقين يعني بزاب ديلة السؤولات كي جيوني في اي منطقة و هاد البودور هادو ديلة ما تشعر باش ممكنوا باش ممكن افضل و احسن يعني وخيبانوا لك في الوصفة ما تقولش الوصفة مزويناش ولا الوصفة مناجحاش ولا بالعكس هالبنس باش ممكنوا باش ممزيان غير خدموا بهم على ضمانتي فاق نخليوها بهاد الشكل هادا حتى كتنشف ما بين 15 دقيقة حتى نساعة كاملة كاملة نساعة لبنت و هي غير كتنشف من بعد غات تفركيها غادي تزوليها كتترجع المنطقة بيضة ما شاء الله ما فيها لا تسبوغات لا سواد لا تجاعد لتشي حاجة فشوية لبنت الفرماج الحامض و ما طيش و انشاء ره مكونات معروفين رغير مسمية ولا غير من شوفة دي المكونات لي و ما هذا يبال لكم ان الوصفة ما شاء الله عليها معجزة واقتصادية بكل ما في الكلمة من معنى ده بغندوز معكم الوصفة التانية هذه المسرة معروفة يعني هذه وصفة العرائس اللي كان صح بها البنات سواء حتى في المساجات بري فيتي يقولوا لي شنو الوصفة كان شاركها معهم غفل خاص كذلك البنات اللي كيدخلوا عندي فالحمد الله كنشاركها معكم سواء كتابيا ولا هكذا يا شفويا ولا في فيديو فدائما كنشارك معكم هات الوصفة هذه وصفة العرائس وصفة الصيف لتبيض اي منطقة داكنة في الجسم اديالك دا بغندوز معكم الوصفة تانية وهي فيها جوش المكونات فقط بسبب البنات اللي كي بغوش حاجة بالزرباء وفي نفس الوقت هي فعالة فيها ماتاشا او للطماثيم ونشا يعني هذي كتكون فيها غرج جوش ديال المكونات فقط تهيال بنات سهلة وبنسبة المقادر ديالها فبنسبة المقادر غنحتاجو نصحب بديال ماتاشا كتشديها وكتوضعيها في النشا بحالك تمنال من الطريقة تكون بفهمة واضحة كتشدي المنطقة اللي فيها المشكل يعني الوجه العنق اليدين تحت الابطين بين الفخدين اي منطقة فيها مشاكل كتبقها بها الطريقة هذي حاولي مني تكوني كدهني حاولي تخرجي المديال ماتاشا ما تخليش غير نشا باش يتجانس نشا مع ماتاشا ويعتوي بجوجهم نفس الفعالية يعني ما تتخلطيش غير نشاب وحديث حاولي مني تبديت تبقي الوصفة بهذه الطريقة هذي بحركة دائرية حاولي تضغطي على ديك ماتاشا باش تعطينا ديك الفعالية ديالها ديال النشا بهذه الطريقة حبيباتي نبين خمسة دقائق حتى تغسل البشرات الوجيه الوصفة خرافية اقتصادية سهلة مهلة هذي غير بمكوينين في طول مشاكل كل هذي البشر تلاحظيها هنا في هاد نصف حبة الماتاشا كما قلنا كدرتها اي منطقة الوقت يتحدد في 15 دقيقة من بعد خليها تنشوف وبصحتك ورحتك هذينا كنديرها يوميا يعني مني كنكون هكذا كندير شي طويجين ولا شي اوكلة نصف حبة ماتاشا معا نشام بجات اختي البشرات الوجيه ديالين تمتع بها تمتع بها البشرات ديالي نعالج بهم طبيعي الحال مشاكل اللي تكون في الوجاه ولا في اي منطقة طاغتي عليكم بهذا الوصفة الزوينة اقتصادية ورخيصة دابا غادي ندوز معاكم الوصفة التالتة وتهياء بما طيشة ولا بالطماطم لان طماطم هو المكوين الاساسي ديالا فيديو واللي موجودة في كل دار في كل منزل تمان ديالا الحمدولة تبقى مناسب الجامعة يعني ماشي شي مكوين اللي هو غالي ماشي في المقدورة ديالنا اه اغنصابه كما قلت لكم قوماج رخيص وزوين وغزال يعني اعوض ماشي تاخدي مقشير بواحد مية درهم ولا 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 مية درهم اتصابه اختي قوماج غير منضارك وغير بمكوينين ان شاء الله فغنحتاجوا واحد نصف حبة ديال ماتيشة او ديال طماطم وغادي توضعوا لي فيها كمية ديال سكارسانيضة بهذا الشكل هذا وحاولوا تخرجوا ذاك الماء علاج كي يدوه وبهذاك السكار بحالة ديال هذا وتاخذ المنطقة التي تريد تقشرها سواء وجهك او لليدين او لأي منطقة بنسبة القوماج نصحبها مرة في سمانة لانه كافي بلما نبقى نوركو ونضغطوا على البشرة نفرقوها كل نهار لا البنس الماسكات ممكن كل نهار ووصفة طبيعية كل نهار ولكن تقشير من الأحسن مرة في الأسبوع ثلاثة المرات وشهر او جوج مرات يعني مزيانة ولكن كثرة التقشير ما كين لاش فالمهم بها الطريقة هادي تاخذ ذاك سكار سانيدة وديك نصحبات ماطيشة وكتبدا يدهني الدهني 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 وتفركي عفتوا يا البناتش من وسخ يخرج أنا راها مقشرة يعني الجسم ديالي فما غاي خرج لي تشي حاجة ولكن البنات اللي ما زالين ما كديروش تقشير عفتوا يا البناتش من وسخ يخرج ليكم في الجسم ديالي فغير جربوها على ضمانتي والله ما غادي تندمو عليها هاد الشكل هادا من بعد صافيك تغسلي يعني المنطقة اللي طبقت عليها هاد القوماج وكترطبي بكريمات او فازين او بزويت المهم ديما الترطيب لانه الترطيب مزيال البشرة انتو منافع ديال الترطيب وبصحة ورحة هاد يختي هي الوصفة دياليومة فيها كل شي حاولت اني نبسط لكم الوصفات حتى الاقل درجة باش كل شي نودي تجربها البنات اللي كتابعونا من البادية وتحيياليهم خاصة تموكي بوتو الله وفرسهم كيني سبارك الله بزيفت البنات مقبلين على زواج في البادية وكيقول لي يختي فاختاجي معانا ولا شاركي معانا وصفات لهم اقتصاديين فاختير اشاركت معك جميع الوصفات الزوينة والرخيصة والاقتصادية حتى اللفة حتى الارضة اختي باقل تمان وباقل تكلفة اللي ما تدركش اختيم ما فيهش بزيف ديال الفلوس لا هاد الوصفة هاد اللولة اللي فيها الفرماج ولا نشا ولا الحامض ولا كدلك عسار التماطم ولا الوصفة التانية ولا الوصفة التالتة تدي الوصفات اي وصفة حبيتي فيهم تستخدميها ثلاثة الوصفات ناجحين فيهم تقشير وفيهم وصفة بمكوينين ووصفة اللي تبييد وكنسميها أنا قنبولة في التبييد واللي هي فيها اربعات ديال المكونات فقط يعني عوض ما تبشي لسانون وتنفقي وتخسري الزباب للفلوس باش تديري ماسكات يعني كما كان قولو سوان ديال الجسم والسوان ديال الوجه بوحد ميتين درهم ولا تلتة مئة درهم كل ساره مش هاتي خدم فاختيار تساوي بها غير في دارك وبمكونات اقتصادية واهم بحاجة الامان والطبيعي يعني ركزوا معي لنقطة طبيعية لانه اي حاجة اخدمها طبيعية كتكون حسن من انا نمشو كما كان قولو نخسرو هاد الفلوس هادا ومعرفناش وش طبيعيين وش طبيعيين وش فيهم ديبخدوش ميك وش فيهم حاجة قديمة ولا الله اعلم فبصحتكم وراحتكم ونتم من البنات تتجربوا لي هاد الوصفة ماشي غير الوصفة بوحدها اللي كتكون رادية للمكونات وصفة فيديو واحد فاي وصفة جربتوها اخلونا في تعليقات الوصفة اللي جربتوه بالطبط ومرحبه بكم ونتم من البنات تدعمونا باللايكات تشتركوه في القناة تفعلو زي الجرس وتخليولينا الرأي ديلكم الاستفسارات ديلكم شنو هما ان شاء الله الموادع اللي تبعوني باقتاجي معاكم شنو هما الاشياء اللي انتو ما تبغيو تشوفوهم في القناة فمرحبه اي وصفة غزالتي فكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله نجيكم بها في القريب العاجل فبصحة ورحبه ونطلق معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة اشتركوا في القناة